أكدت وزارة النفط والمعادن عدم موافقتها على استحواذ شركة زينيث الهولندية للطاقة على حصة شركة OMV النمسوية في القطاعة النفطية S52 و73 ونفت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية سباصح تلك المزاعم والتصريحات الإعلامية التي أطلقتها شركة زينيث حيث لم يتم إبرام أي اتفاق معها وأن وزارة النفط ما زالت تدرس الوثائق المقدمة من شركة OMV مستغربة إصدار شركة زينيث مثل هذه التصريحات المنافية للحقيقة محملة الشركتين مسؤولية نشر مثل هذه الأخبار المضللة للرأي العام وأوضحت الوزارة أن لديها شروط وإجراءات تنظمها اتفاقيات المشاركة في الإنتاج كما أن هناك ضوابط وقواعد تحددها لوائح الوزارة يأتي في مقدمتها الالتزام بالمعايير الخاصة بالبيع والتنازل والتي تشترط أن تكون الشركة المشترية والمشغلة لقطاع معروفة وعالمية وتتمتع بالقدرة المالية والكفاءة والخبرة الفنية وأشارت الوزارة إلى أنها ما زالت ترى بأن شركة زينيث ليس لديها الكفاءة والقدرة المالية والفنية المعتمدة لدى الوزارة وهيئة النفط ولا تنطبق عليها المعايير المنظمة لحالة التخلي عن ملكية الحصة المملكة لشركة OMV